السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا اليكم مجددا سائل يسأل يقول هالرواية الإمام حفصا عاصم هي الأكثر انتشارا في العالم لأنه هي الرواية الأصح الإجابة على هذا السؤال نقول أن جميع القراءات العشر هي قراءات مشهورة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها جمع غفير من العلماء مثل ابن مجاهد وبعمر الداني والشاطبي وبن الجزري رحمه الله عز وجل وبن الجزري وضع ثلاثة شروط لقبول الرواية الشرط الأول أن تكون الرواية موافقة لوجه من أوجها النحو ولو كان هذا الوجه النحوي ضعيف لأن النحو يأخذ من القرآن والقرآن لن يخضع للنحو الشرط الثاني أن تكون الرواية موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا الشرط الثالث أن يكون لها إسناد متصل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاثة شروط يقبل العلماء الرواية القرآن الكريم وما عداها فهي قراءة شاذة وجميع القراءة العشر تخضع لهذه الثلاثة شروط بعد هذه الإجابة المختصرة خلينا نغير السؤال ونقول ما سبب انتشار رواية الإمام حفصة عاصم أيضا سنجيب بإجابة مختصرة ونحكي القصة من البداية الصحابي الجليل عثمان من عفار رضي الله عنه في عهده لما تولى الخلافة جمع جمع من الصحابة وأمرهم أن ينسخوا المصحف الموجود عند حفصة رضي الله عنها فنسخوا المصحف فأرسل إلى كل منطقة مصحف مع صحابي يقرأ بهذا القرآن بهذا المصحف الذي معه وألغى جميع المصاحف معد ذلك فجاء التابعين ومن بعدهم فتعلموا القراءة من الصحابة وانتشرت القراءة بأسماء بعض العلماء الذين اهتموا بهذه القراءة مثل الإمام نافع وابو جعفر وابن كثير المكي طبعا وابو عمر البصري وعاصم وحمزة والكساي وانتشر القراءة والرواة في كل بلدان العالم الآن أصبح الدور على الرواة وعلى القراءة في نشر هذا القرآن الموجود عندهم والقراءة التي يقرؤون بها فعلى سبيل المثال الإمام ورش أخذ القراءة من الإمام نافع في المدينة لكنه انتقل بعد ذلك إلى مصر وإلى بغداد وأقرأ الناس بالرواية التي تعلمها في تلك المناطق فانتشرت رواية الإمام ورش والإمام حفص ابن سليمان رحمه الله عز وجل أيضا كان له دور في نشر الرواية التي تلقاها من الإمام عاصم في الكوفة في عدة مناطق فمثلا إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه سأله أحد أبنائه فقال يا أبي أي القراءة يحب إليه؟ قال قراءة أهل البدينة قال فإن لم يكن قال فقراءة حفص عاصم والإمام ابن حنبل كان في بغداد وكذلك الإمام الدوري عن أبي عمر وعن الكساي انتشرت رواية في مناطق عدة حتى ليرجع إلى كتب ابن تيمية رحمه الله عز وجل المخطوطات منها يجد أن ابن تيمية رحمه الله عز وجل إذا استدل بآية من القرآن أو أراد أن يفسر آية تجد الآية مكتوبة برواية الدوري عن أبي عمر لانتشارها في المناطق التي تعلم فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله عز وجل الآن نجي للأهم وهو سبب انتشار رواية الإمام حفص عاصم انتشرت الرواية على مرحلتين المرحلة الأولى بسبب دولة عثمانية لما جاءت الدولة العثمانية كان المذهب الفقهي المعتمد في الدولة المذهب الحنفي والقضاء حنفي فانتشر المذهب الحنفي في أرجاء الدولة الإسلامية إيش علاقة المذهب الفقهي بالرواية شيخ الإمام أبو حنيفة الإمام عاصم رحمه الله عز وجل والإمام عاصم له راويي حفص وشعبة فانتشرت رواية الإمام حفص بسبب الدولة العثمانية هذه المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية كانت بسبب مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لما جاء الملك فهد رحمه الله عز وجل وأمر بإنشاء مجمع لطباعة المصحف الشريف نسخ هذا المصحف من رواية حفص عن عاصم لأنه هي الرواية الموجودة في الجزيرة العربية وهي الموجودة عند الدولة السعودية سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة فنسخ المصحف في المجمع برواية حفص عن عاصم وبدأ الملك فهد يرسل هذه النسخ إلى بلدان عدة سواء إسلامية وغير إسلامية وأصبحت السفارات والقنصليات تطلب نسخ من المصحف للجاليات المسلمة الموجودة في تلك البلدان فانتشر المصحف برواية حفص عن عاصم حتى أن كثير من دول العالم غيرت الرواية الموجودة عندها إذا رواية حفص عن عاصم لأن المصحف الموجود عندها برواية حفص عن عاصم وبقية المصاحف التي كانت قبل سواء برواية قالون أو ورش أو الدوري اختفت أو تكاد تختفي في كثير من دول العالم وطبعا هذا لا يعني اختفاء الرواية تماما من العالم الإسلامي فمثلا دول المغرب إلى الآن تقرأ بروايتين ورش وقالون بعض المناطق في السودان يقرؤون برواية الدور عن أبي عمر فما زالت الرواية موجودة ومحفوظة سواء في الكتب أو في صدور العلماء والقراء المختصين في هذا المجال وبعض المناطق ما زالوا يقرؤون بتلك الرواية التي توارثوها وهذان السببان وهاتين المرحلتين هما سبب انتشار رواية الإمام حفصا عاصم نعود للسؤال الأول هل سبب انتشار رواية الإمام حفصا عاصم لأنها هي الأصح قلنا الإجابة لا وهذه هي كانت أسباب انتشار رواية الإمام حفصا عاصم أما بقية الروايات وبقية القراءة فهي كلها صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم نلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته